موسيقى للحفاظ على الثروة الحيوانية بولاية الوادي تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة مختصة في المضاربة غير المشروعة لمواد المدعمة متمثلة في الشاعير العلافي المخصص لرؤوس الإيبي وهذا بعد تحريات المحققين عن وجود خروقات وتلاعبات في استعمال العديد من الملفات الوهمية وأخرى دون علم أصحابها ودعت لتعاونية الحبوب والمقول الجفة من طرف سماسرة للمتاجر بهذه المادة المدعمة التحقيق أفضل إلى تكبد الخزينة العمومية خسائر قدرت بحوالي أربعة ملايين سنتين إضافة إلى الضرر الملحق بالفلاحين والموالين الحقيقيين الذين لم يستفيدوا من دعم الدولة هذه العملية النوعية تم من خلالها توقيف تسعة أشخاص مشتبه فيهم ثلاثة إطارات بالتعاونية اثنين موالين سماصرة اثنان أطباء بياطرة موظف أودعا ملفات وهمية وموظف آخر بالغرفة الفلاحية ولا يزال واحد في حالة فرام